افتتح معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية اليوم أعمال المنتدى العربية الخامس للمياه بفندق جراند حياة في دبي بحضور أكثر من ستمائة مشارك وممثل إثنتين وعشرين دولة عربية تعاهدوا بالالتزام بقضية الأمن المائي في سبيل تحقيق سلام وتنمية المستدامة في العالم العربي ويركز المنتدى الذي تستمر فعاليته ثلاثة أيام على ندرة المياه في العالم العربي واستنزاف الموارد المائية والبحث عن طرق ووسائل لإنتاج المياه من مصادر مستدامة تماشيا مع الشعار العام للمؤتمر الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر